شابتر سيفن ويف موشن. حركة الموجة. واحنا اللي كنا درسناه لكده كان اسمه وده كان مفيد علشان آآ يعتبر مدخل للدرس التالي والاهم يمكن في الكورس بتاعنا اللي هو يعني يعني اضطراب بسبب ان فيه آآ طاقة بتتحرك من مكان للتاني. يعني من غير ما يكون فيه بتتحرك. يعني ايه الكلام ده? يعني مثلا لو انت كان عندك آآ او بحيرة مية ورميت فيها اي جسم نفترض مثلا طوبة صغيرة كده فلما الطوبة دي هتخبط في وش المية هنلاقي ان فيه اهتزاز او زبزبع حصلت في نقطة. وبعدين اللي حصلت هناك هتتمدد هيحصلها لقدام في جميع الاتجاهات. ويظهر شكل اللي احنا نعرفها على وش المية. لو انت اجبت حبل مفروض ومسكت طرفه من ناحية وعملت فيه الفوق والتحت. فإلا هيحصل ان الهزة لفوق كده او الفوق هتعمل للشكل ده. والشكل ده بعد شوية هيتمدد للامام. يعني لو كان ده زمن صفر مسلا. ده زمن واحد اكبر من صفر. بعد شوية هتلاقي انه الشكل الفيبريشن ليه طالت لقدام. بقت هنا هو. في الحبل. ده بقيت الحبل كده وده بقيت الحبل كده. فده عند زمن تي تو اكبر من تي وان. ده نتيجة الهزة الاولانية اللي هي اللي فوق اللي هي دي. الهزة اللي تحت هتعمل نفس الشغلانة فهنلاقي انه المفروض انه بعد الهزة الاولانية الفوق فايبريشن لفوق تلاقي فيه فايبريشن لتحت ظهرت. كده. ويتلاقي برضو اه دي ماشي ورا دي. فنيجي هنا هو يبقى عندك الفايبريشن لتحت جدا. يعني هي حسب شكل الفايبريشنز الاصلية هيظهر شكل بتتمشى. الفايبريشنز اللي بتتمشى دي لقدام ده اللي اسمه. ان فيه في مصدر طاقة عمل شغل في مكان ما. لكن الطاقة ما كانتش او ما كانتش متسبتة في المكان ده. وكان عندها انها يحصلها للامام. الحركة القدام دي بنسميها او تمدد او انتشار. هي دي الموجهة ببسطة. التراب بيحصل في مكان ما. من غير ما يحصل الماتيريا اللي نفسها تتحرك او تنتقل. هي اللي بيحصل انه الموليكولز او الجزئات بتاعت الحبل او المية في المثالين دولة. بيهتازوا في مكانهم. بيعملوا زي سيمبل هرمونيك موشن في مكانهم. يطلعوا وينزل في مكانه. يعني لو رائبت موليكول هنا سواء في المثال ده او ده هلاقي الموليكول ده. بيطلع لفوق وينزل لتحت. وبعدين في الحركة دي بتاعته هو مربوط في موليكول تاني بقوة تجازب يعني. فبعد شوية الموليكول التاني يبتدي يقلد الموليكول الاولاني. فيبتدي هو كمان يطلع لفوق وينزل لتحت. ويبان شكل الموجة ان كان فيه اهتزاز او عند الموليكول نمرة واحد. وبعدين الاهتزاز ده راح للموليكول نمرة اتنين. ده اللي اسمه موجة. لكن الموليكول نفسه شخصيا مش هيغير مكانه. يعني الموليكول نمرة واحد ده مش هيتقدم للامام. هو هيهتزف مكانه وخلاص. وده ممكن تشوف تجربة بسيطة. لو انت اه حطيت شوية مية في حوض ولمس وش المية هزتها وحطيت على وش المية اللي بيهتز ده. حاجة ممكن تقوم زي قطعة فلين مثلا يعني. حاجة فوم كده. هتلاقي انه الفوم دي ما بتتحركش يعني غير لفوق وتحت. لكن ما تقدمش للامام يعني. يعني بتتحرك بعد حركة جزئات لفوق وتحت. الويفز انواع كتير. اه وبندم نصنفها تصنيفات مختلفة. يعني تصنيفات في تصنيفات عديدة. التصنيفات اللي اكثر شهرة اللي هي التصنيفات من ال واحد اتنين اللي هقولها وبعكده تلاتة ده اقل شيوع يعني. الكلاسيفيكيشن الاولاني هل هي موجات مادية. اللي بنسميها ميكانيكل. الموجات الميكانيكية اللي محتاجة ميديم عشان تمشي فيه. ولا هي موجات كهرومة مش محتاجة ميديم. ممكن تمشي في ميديم او تمشي في الفراغة. فدي بتتقسم تقسيم عن امرأة واحد دي اما ميكانيكل ويفز. ومثال ذلك دي شكلها ايه بقى? الميكانيكل ويفز زي مثلا اللي احنا قلنا من شوية زي الحبل والمية وطبعا مشهور جدا جدا طبعا موجات الصوت يعني طبعا غير المية غير الحاجات اللي محتاجة ميديم عشان تمشي. يبقى الميكانيكا ويفز دي. نيدز. ميكانيكا ويفز نيد ميديم. فور. موجات الصوت فكرة فكرة رطيفة جدا هي عاملة زي. ااا. كور البلياردو او احجار الضمنة لو انت حطتهم فطابور او ربعاتة. يعني السوند بيف دي بتتماشى ازاي? لو افترضنا ان فيه حد هنا بيتكلم. قدامه في الاول جزئيات الهوا او الموليكولوساة الهوا محتوطة بالشكل ده. مسلا. طبعا دي صورة مبسطة اللي بيحصل يعني. طبعا جزئات الهوى ما تبقاش ثابتة بتتحرك اصلا انيوه يعني. وبعدين الجدع ده اتكلم فالكلام بتاعه هو عبارة عن ايه? هو عبارة عن ايه? هو عبارة عن او ضغط الاحبال الصوتية بتعمله في الهوى. بتضغط الهوى مع كده تسيبه وتضغطه وتسيبه. فالضغط بتاع الصوت بتاعه اللي خارج من الاحبال الصوتية كما لو كان انها فورس او قوة بتزوء الموليكولز دي. فيجي الموليكول الاولين ده يتقدم للامام يخبط الموليكول التاني لجانبه ده. وبعدين هلاقي المنظر بقى عام كده بقى فيه موليكولز كندنس ده قريبا من بعض. الجدع اللي خبط جيرانه دول وتلموا على بعض اه هو سام مكانه ورا فاضي. وبعدين بعد شوية هلاقي انه اه قدام شوية المنظر ده بتكرر يعني الموليكولز دي حاجة منه ما تطلع لقدام تخبط فيه الجايين بعد كده. هو يجمعوا على بعض وبعد كده اماكن فاضية. فيها تخبيط اماكن فاضية. فده ممكن تبقى صورة في زمن معين. بعد زمن شوية. هلاقي الاماكن اللي كانت مزدحمة بالموليكولز نتيجة التصادمات. هتبقى زي كورل برادو خبطه في بعض ويسيبه بعض بعد كده. فهتسيب اماكنها حاجات فاضية. ويقوموا يجمعوا ويتخبطوا فيه مكان تاني بالمنظر ده. فده كده بتقدم للامام. يعني كان فيه شوية موليكولز خبطوا بعض في اللحزة دي بعد شوية قدام هنا. في اللحزة دي هنا. آآ سابوا المكان الاولاني واحدة منهم راح تخبطت آآ مجموعة تانية وبقى في مجموعة بتخبط في بعض وبعد كده. اللي خبطوا في بعض دول منهم شوية يطلعوا قدام يخبطوا. فتلاقيين بتقدم الامام. فالندا بنميز هنا بين منطقتين. منطقة فيها. ضغط عالي. دي منطقة دي منطقة ضغط عالي او منطقة انضغط. ومنطقة زي كده منطقة تخلخل. المنطقة فيها ضغط واطي موليكولز قليلة. تخلخل. النوع ده من الموجات آآ او اللي هو فيه اتجاه انتشار الطاقة او اتجاه كده هو. مسلا ده اتجاه نختصي ده من كده. الده اتجاه او اتجاه انتشار الطاقة. الطاقة طالعة من النقطة دي. من النقطة مسلا نسميها النمرة اي. رايحة في اتجاه ده اتجاه انتشار الطاقة. في نفس الوقت اتجاه او او الاهتزاز بتاع الجزئات. اي جزئ من دول يعني هنا هو كان هنا وبعكده هيروح يخبط جاره ده وبعكده يرجع تاني. وده يروح يخبط الناس اللي هناك ويرجع تاني. وهكزا. اتجاه هو كمان فيه نفس او المحور. اتجاه ده مش زي اللي احنا كنوا المسالين اللي تكلمنا عاديهم شوية. في يعني موجات مادية تانية او ميكانيكا اخرى زي كده. لو انت رقبت في هتلاقي الموليكولز بتطلعوا بتنزل على الحبل. فهو الموليكول نفسه على الحبل بيطلعوا ينزل فوق وتحت. فدي بنسميها وفي نفس الوقت الطاقة بتتقدم للامام. فده اتجاه فالاتنين دول مش زي بعض. يعني هنا متعامدين على بعض في المسال السابق اللي هو بتاع الصوت ده. موازين لبعض. فدي بنسميها موجة طولية ودي موجة مستعرضة او وده هنقولها قدام شوية. يعني القصة دي هديجي قدام شوية. مش مهم دلوقتي. ماشي. يبقى الميكانيكال ويفز زي الووتر ويفز او السترينج ويفز او دي كلها بتنتقل في وسط مادي. محتاجة وسط. يعني انت لو رحت في الفضاء الخارجية وقت تتكلم ما حدش هيسمعك. لانه مفيش جزئاتها وتضغطها وتفردها. وبالتالي الموجة مش هتنتقل. مش هيحصل يعني. النظير بقى بتاعها او الفريق التاني بقى في نفس التصنيفة دي. الالكترو ماجيناتك كويفز زي الموجات الكهرمانات صيح. ودي بتنتقل سواء في ميديم او في آآ سبيس. يعني كان او موجات دي بتبروباجيت. في الفراغ. او في ميديم. ما عندهش مشكلة انها تمشي في الاتنين. طبعا في الميديم ما يبقى فيها عسابات تانية. يعني مثلا تقب تفقد في السكة او كده. لكن يعني بشكل عام هي تدت بروباجيت هنا وهنا. والامثال المشهورة جدا على الايكترو ماجيناتك كويفز بالتأكيد طبعا هي كل وسائل اتصال اللاسلكي يعني. يعني تلفزيون والراديو وحاجات من كده. فجاء اجزامبل على هذا الموضوع في الايكترو ماجيناتك كويفز من اختصر كلمة الايكترو ماجيناتك كويف اي ام دابليو عادة. اه بالتأكيد الامثال المشهورة هي وسائل الاتصال اللاسلكي كلها. كوميونيكيشنز. زي مين كوميونيكيشنز التلفزيون والراديو. والموبايل فونز تلفونات اللاس المحمولة. كل دي موجات كهرماء نتصية بتنتشر في الهوى ممكن مفيش ما يمنع. وممكن تنتشر في الفراغ برضو مفيش مشكلة. زي مسلا شعة الشمس الضوء اللايت طبعا. ده بيجي في الفراغ. بيوصل من الشمس الارض خلال الفراغ با كده يخش في ميديام اللي هو الهوى في الاتموسفير بتاعنا يعني. القصتها ايه باختصار هي عبارة عن او مجال كهربي. وده عبارة عن نتخيل ان هو نوع من انوع القوة يعني. ومجال مغناطيزي. وده نوع اخر من القوة. ودول هتدرسوا بعكيب التفصيل في كورس في الترمي تاني يعني. هم نكلم على السلبس بتاع الفين وطبنتاشر يعني. فدول بتدرسوا في الترمي تاني بالتفصيل. اه فهم نوعين من القوة. ده اللي نقدر نقوله دلوقتي. والاتنين بيكونوا متعمدين على بعض. وبيكون في اتجاه انتشار عمودي عليهم هما الاتنين. يعني المونجة بتمشي في هذا الاتجاه للامام. الاتجاه الانتشار ده بنسميه كيه يعني. هنعفق الكيه ده قدام شوية النهار ده يعني في هزي المحاضرة يطلعي الكيه ده اللي هو البروباجيشن كونسنط يعني. فالالكتريك فيلد هو بتمشي للامام. اه ده قوة بتغير قيمتها واتجاهها. يعني لو ده سنت في قيمة الاتجاه بتاعته هو كفكتور يعني هيبقى منظره عامل كده هو. صح. منظر بتاعة كده 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 كفكتور يعني. والمجنيتك فيلد هتلاقيه بيغير اتجاهه هو كمان في مستوى عمودي على المستوى بتاع اي كي ده. بقى عامل كده هو. عجب المنظر ده. بقى ببسس كده بقى بس كده بس كده بس كده بحيس ان حصل الضرب الاتجاهي او بتاع الالكتريك فيلد والمجنيتك فيلد طلع اتجاه الانتشار او البروباجيشن دياريكشن. الضرب الاتجاهي بين او انك تحط صابع ايدك اليمين مع الالكتريك فيلد وتلف بصابع ايدك اليمين في اتجاه كده. هتلاقي الثم او الابهام بيشاور في اتجاه الكي. التفاصيل كتير دي مش مهمة. واحنا كل احنا عايزين نعرفه انه المجنيتك فيلد. انه عمنا القوة بيبنوا حاجة اسمها مع بعض. واتجاه الانتشار عمودي على الاتجاهين بتاع اي وبين. كل التلاتة دول عمودي على بعض يعني. من الحاجات المشهورة اللي لازم نعرفها انه الضوء اه فيه منه الفيزيبل والانفيزبل. بتاع الضوء اللي هو الفيزيبل اللي هو مرقي. ده بيتحرط بحاجة اسمها او طول الموجي اللي احنا برضو هنكلم عليه كمان شوية. بيكون الطول الموجي بتاعه في الرينج ما بين ربعمائة نانو متر. وسبعمائة نانو متر. حيثو. الطول الموجي ده احنا هنعرفه كمان شوية بس دي كلمة نقولها كده على جانب نخزنها نحتاجها كمان شوية قدام. الربعمائة نانو متر ده اللي هو الطول الموجي او اللي بيميز اللون البنفسيجي او الفايولت. والسبعمائة نانو متر ده اللي بيميز اخر الضوء المرقي اللي هو الاحمر. وازا تعديت المنطقة دي اللي بيبقى فيه الكتر ماجنيتك فيه بس انفيزبل ما انتقدرش تشوفها انا. يعني لو عديت السبعمائة نانو متر وروحت تمنمية مسلا ده بيسمه انفراريد. لو نزلت تحت الربعمائة ده اسمه والترافيرت. واي حاجة تاني من انواع الاليكتر ماجنيتك بيفز كلها غير مرقية بالنسبة عني. يعني التلفزيون والراديو والموبايل وكل ده مش ما بنشوفهش الاكس رايز. هو عين الانسان بتستجيب بس للمنطقة دي من ربعمائة لسبعمائة نانو متر فعشان كده سميناها فيزبل يعني. فالارقام دي مهمة لانها ممكن تقول موضع نقاش في امتحانات المعمة لما بنكلم مثلا في في فيها لون اصفر مسلا او كده. او اخضر والكسطورة التانية اللي هي بتاعت دفراكشن جريتنج مسلا فيها. اه كزا لون بيطلعوا. فمن المهمة ليكون الرينج ده في دماغي علشان النتائج بتاعتي ما ينفعش تطلع برا المنطقة دي. انا بتكلم عن فما ينفعش ان النتائج بتاعتي تخرب برا الرينج ده. الكلاسيفيكيشن التاني او التقسيمة التانية للويفز. الاولا دي كانت تقسيم اللي هي الميكانيكال او الكتر ماجنيتك. كل الويفز يا كده يا كده. طبعا فيه فيه نوع من الويفز غريب قوي اللي هو اللي بيسموهه ماتر ويف. اللي هو ويف مش فيزيكال يعني ما بتتقسي ومش حقيقية وبتخص الكوانتم ميكانيكس او مودرن فيزيكس بتتدرس في كورسات اخرى متقدمة. بس دي ما تتحسبش ويف حقيقية اللي هي بيسموها ماتر ويف يعني. اللي هي الموجة التي تعبر عن الخصائص الموجية للجسم. يعني ان الاجسام احيانا بتسلوك سلوك موجات بيبقى ليها ويف بروبرتز. دي قصة كبيرة بقى ده موضوع تاني ده فيلم كبير اتعمل في بداية القرن العشرين واتفتح بمجال المودرن فيزيكس قصة تاني خالص يعني. ففي ناس بيصنفوا دي النهى ويفز بس هي يعني مش تحت التصنيفات التقليدية اللي احنا شغالين فيها يعني اللي هي يعامي الاكتروماجناتك يعامي ميكانيكال يعني. النوع الكلاسيفيكاشن التاني اللي احنا جبنا سيرتها بسرعة كده من شوية. اللي احنا نقسم الموجة لنوع نسميه ترانسفيرز او موجة مستعرضة. وموجة او موجة طولية. الترانسفيرز ويف بيكون فيها اتجاه الاوسسيليشن عمودي على اتجاه البروباجيشن. يعني مثلا زي موجة الحبلة من شوية. موجة الحبلة دي موجة ميكانيكية. وهي ايضا ترانسفيرز ويف. دي موجة الاسترينج او الحبلة. طيب الالكتروماجناتك ويف اللي احنا عملناها من شوية هي موجة مش ميكانيكال مش مادية. هي الالكتروماجناتك. وفي نفس الوقت برضو ترانسفيرز هي كمان. يعني هي تتطفق. الالكتري فيلد بتاعها اعمال بتغير مع المسافة كده هو وهو طالع اللي قدام. الانتجاه الاسمه كده. طبعا هي بترسمه مع الاكس والكي باقي هو يعني برل الاكس يعني انتجاه الانتشار موازي الاكس. مسلا. فهنا الموجة بتاعت الحبل ده ميكانيكال ويف. وموجة الضوء مسلا دي الكتروماجناتك ويف. اللي اتنين حسب التصنيف اللي فات مختلفين. لكن حسب التصنيف ده متفقين. يعني هما الاتنين الكتروماجناتك. عفوا ان هما الاتنين او اتجاه الزبزبة او اتجاه حركة الموليكل فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت. اعمودي على اتجاه الانتشار في هذا الاتجاه كده اللي هو ده بيخليها اسمها موجة مستعرض او موجة المية اا برضو كده اا الموجة بقى او النوع التاني بقى في نفس التصنيفة دي بنسميها ده او الموجة الطولية بيكون في نفس او على نفس بتاع يعني او يعني موازي او عكسه بس يعني ده يتحسب ان هما الاتنين على نفس يعني زي من شوية موجة الصوت اللي حاجلين عليها من شوية او مناطق متخل خلو وبعد كده وبعد كده وبعد كده فالبوينتز بتاعت واللو بريشر دولة اللي هما ماشيين وعلى بعض بيشورو لي على نتجاه كده هو وفي نفس الناس نتجاه كده هو فالحكاية هنا هتمشي زي ان دي موجة اسمها موجة طولية. دي موجة طولية. اا وده النوع المشهور او في نوجة الطويل. ممكن تعمل موجة تانية اا لو انت جبت سبرينج طويل اوي. سبرينج في لفات كتير كده. وبعدين رحت خبطت الطرف ده مسلا. فتلاقي اللفة دي انضغطت علي جنبها. يعني بقى في حاجة مضغوطة كده. وبقى كده حاجة مفروضة. وبعد كده حاجة مضغوطة. وبقى كده حاجة مفروض. ده بيحصل لو طويل اوي. يعني لو قسير ما يبانش فيه الكلام ده. يعني يبان ان كله اضغط او كله تفرد مسلا. فالسبرينج لما يكون طويل اوي ممكن نبني فيه شكل برضو موجة طولية او لونجتودينال ويف. مش. يبقى احنا حسب التصنيفين اللي خدناهم لحد دلوقتي. الموجة الصوت تقع تحت اسم ميكانيكل وتحت اسم لونجتودينال. التصنيف ده والتصنيف ده. موجة الحبل تقع تحت اسم ميكانيكل وفي نفس الوقت ترانسفرز. موجة الضوء مسلا تقع تحت اسم الاكتروماجنتيك وترانسفرز. فالموجة الواحدة يعني ممكن تحطها تحت تصنيفات عديدة. هي نفس فكرة مثلا كاركترستيكس بتاعت مثلا عربية مثلا. العربية مثلا نقول ايه? العربية دي من حيث الالوان لونها مثلا ازرق. ومن حيث مثلا الكاباستيوس او الموتور المقاس بتاعها نقول مثلا انها اربعة سيلندر مثلا. فهي نفس العربية ممكن تقع تحت عدة تصنيفات يعني. من حيث مثلا عدد الركاب اللي ممكن يركبوها مثلا خمسة. فهي فيها كذا صفة في نفس العربية دي. التصنيفة التالتة اللي هي ممكن نقول الموجات ياما ترافلينج. موجات آآ بتسافر. آآ او موجات ستاندينج. الموجة الترافلينج او الموجة اللي بتسافر هي الموجة اللي ببساطة بتنقل الانرجي. فيه اتجاه واحد. يعني انت طالع ايه لقدام كده مسلا على طول على طول على طول على طول حاجة بالمنظر ده يعني. فكده ده اتجاه الانتشار بتاع الموجة مسلا. آآ زي اي موجة اللي احنا حاكينا عليهم من شوية. يعني كلهم ترافلينج. الموجة دي لازم تكون اتحبست في مكان ما. فيها باوندرز بحيث ان الانرجي مش قادرة تتخطى الباوندرز او الحدود دي. الامثلة المشهورة قوي هي الالات الوترية في العزف مسلا. يعني انه تكون عندك مسلا جيتار عود فيولين حاجات من ذلك القبيل بيبقى فيها اي كوردة او وطر مربوط ما بين نقطتين. وانت بتيجي تخبطه فتعمل تدي له انرجي. فتتكون موجة مسلا عايزة تروح نحية اليمين تلاقي الباوندرز تخبط فترجع نحية الشمال ويتكون لك شكل وده قعد علينا في في اللاب اللي هي كان فيها كده كان عندنا كده اه زي او عصاية ومربوطة فيها وفي الاخر هنا فيه او او عجلة يعني وما في اخرها في اخر الحبل اه في كتلة او ماس ام محطوطة جوابان وكان فيه كده وزن الوزن عامل شد في الحبل ويعتبر طبعا هنا دي نقطة تسبيت اللي هي النقطة اللي على البولي نقطة ما متتحركش وبنهمل الحركة بتاعة البوست ده اللي انا مش حركة كبيرة قوي يعني هو بيطلع و بينزل في مسافة صغيرة قوي فيعني نقدر نقول كما لو كان يعني النقطة دي ما متتحركش فساعات احنا كنا بنشوف لما تتحقق شروط معينة شكل النقطة المتصفارة دي اللي ما متتحركش خلص اسمها نودز او عقد والنقط اللي هي فوق وتحت دي اللي فيها كبيرة بنسميها نقط او البطون وده كلام سوفيتي تفصيله يعني اه فهي الموجة من حيس المبدأ لو بتنقل طاقة في اتجاه ثابت خلاص دي دي موجة اسمها ترافلينج دي لازم يكون فيه شروط اه نحمس بيها الموجة علشان الضوء مثلا ممكن يعني يتعامل عليه حاجة شبه كده يعني انت ممكن تحبس موجة الكتروماجنتيك بشكل ما بحيس انها تبني ممكن يحصل دي يعني فاي موجة من اللي درسناه قبل كده لو حققنا شروط معينة ممكن نحبس الموجة دي ويتبني الكتروم اه ويتبني عفوا ان السندج ويف طيب هو الخطوة التالية بعد ده او بعد التصنيفات والموضوع المقدمة ده ايه الفكرة ان احنا اعرفنا شوات خواص يعني يعني ايه ويف وعرفنا انه مفيش ماتيريا الترانسفير ما بيحصلش ان الماتيريا اللي تتماشى من المكان للتاني اه هو اللي بيتماشى الانرجي اه نيجي بقى للتوصيف الرياضي بقى يعني ازاي الكلام اللطيف ده بتحط كماثماتيكس بالنهاية يعني اظل في النهاية انه الكلام الديسكريبتف ده لازم يترجم رياضا وان دي اللغة الناس بتتفاهم بيها مع بعض يعني طيب احنا هندروح للموضوع بشوية تفاصيل تبدو في الاول مرهقة يعني في الاول يبدو الموضوع اه في اه شوية مشاكل ولكن في النهاية هيطلع الموضوع الظريف جدا بان نحاية كلها بتتقفل على بعض بشكل صح هنفترض ان في اتنين اصدقاء واحد ماسك حبله عمال يعمل في والتاني ماسك كاميرا وبيصور الحبل ده. وهنفترض ان الحبل ده اتصور خمس صور. الصورة الاولانية للحبل كان المنظر اعمل كده هون. ده كده الواي اكسز اتجاه الارتفاع يعني. ده كده الاكس اكسز اتجاه الانتشار بتاع الانرجي. والحبل بتاعنا اتصور في الوضع ده. في اول اول صورة اللي هنسميها مثلا الزمن صفر. هو ده مش الزمن صفر يعني اول ما الموجة ابتدت يعني. لا هو كانت الموجة شغالة 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 وفاجأة رحت اخد لها صورة. وقلت ان دي اول صورة اللي هي تخص الزمن صفر. ده كان الواي ارتفاع الحبل. وده كان الاكس اللي هو النقط بتاعة الحبل موقعها فين? والارتفاع الماكسوم اللي هتوصل له الموجة هنسميه ايه? والماكسوم من ناحية التانية اللي تحت هنسميه نيجاتيف ايه? طيب. ايه الكلام اللطيف ده في الزمن صفر? بعد شوية مش كتير اخذنا صورة تانية لنفس الحبل. الصورة التانية طالع شكلها ازاي? الصورة التانية هنرسم الاكسيز بنفس اللون يعني. بس نحاول نغير. آآ اللون بتاع الموجة نفسها. علشان ترسم حاجات دي تحت بعض حلوة كده يا مظبوط يعني انت محتاج ان انت تعمل مسقط او كده للنقط المميز اللي هي اللي هي ربعة. ربعة المسافة كده. تحت بعض. النقط المميز يعني. ففي الصورة التانية اللي حصل اللي حصل انه شكل الحبل طالع كده. هو احنا نحاول نحاول برضو عن نفس الامبليتيود. نفس الاتفاعة. حاجة شابه كده. فايه اللي حصل بقى? اللي حصل ان النقطة دي اللي كانت فيه الحبل فوق خالص في اللحظة صفر. في اللحظة التالية اللي انا سميها مثلا تايم تي بي سوى تي وان مسلا. حيث تي وان اكبر من صفر يعني. في اللحظة التالية كان النقطة دي نزلت لتحت. بقت هنا. وجارتها اللي هي كانت هنا. نقطة صفر. في اللحظة التالية اصبحت هنا هون. طلعت لفوق. وهكزا. بمعنى اخر ان كل نقطة في مكانها بتعمل بتطلع وتنزل. زي ما اتفقنا قبل كده النقطة دي كانت فوق وبعد كده نزلت تحت. وبالتالي انت ممكن تخمن الصورة اللي بعد كده هيبقى النقطة الاولانية خالص دي راحت فين? يعني لو مش نا بنفس المنطق يعني بنفس الفترات الزمنية. هنلاقي انه النقطة دي كانت فوق خالص. اللي هي عند اكس بساو صفر. كانت عند وي بي ايه. اللي هو اعلى ارتفاع وبعدين نفس النقطة اللي عند اكس بساو صفر دي اصبحت عند كمان وي بساو صفر. انت ممكن تخمن انه آآ الرسمة الجاية ان هذه النقطة هتبقى فين? افضلنا ماشين بنفس المنطق يعني. النقطة دي هتنزل تحت خالص هنا. هتبقى عند الناجاتي في ايه? وبعدين نكمل رسمة الموجة بتاعت الحبل. برضو اللي بنصل له هنا اسمه ايه? النقطة دي. وده كان عند زمن تي بيساوي تي تنين. تي بيساوي تي تنين حيث تي تنين اكبر من تي واحد. وبعدين الصورة الرابعة برضو انت ممكن تخمن ان النقطة دي اللي هي في بداية الحبل. كميلة المشوار بتاعها ازاي? نلاقي النقطة دي كميلة المشوار ازاي? خلينا بناخد اللون كمان زي اللون ده. النقطة اهي. هي كانت فوق خالص خالص. وبعد كده نزلت لصفر. وبعد كده نزلت تحت خالص. وبعد كده نفس النقطة دي هترجع لصفر. طيس? جارتها بقى النقطة التانية اللي جنبها دي كانت صفر. طلعت فوق. نزلت صفر. يعني هي كانت صفر. طلعت فوق. نزلت صفر. طبيعيا دي هتكمل المشوار بتاعها تنزل لتحت. هتكمل المشوار. ونكمل منظر الموجة. ايه بقى اللي حصل ده بقى? يعني المناظر اللي اربعة اللي احنا رسمناها دي. ده كده هنقول مسلا زمن تي بي ساوي تي تلاتة اكبر من تي اتنين. وده كده المنمم والماكسمم اللي هم الاي والسالب اي از يجول يعني. الصورة الخامسة بقى اللي خدها صديقنا. طلعت وعشان كده مش هنرسمها. طلعت اجزاكلي شبه الصورة الاولانية اللي يعني لزمن صفر. فعشان كده صاحبنا عمل لها دي ليت. مش عايزة. ما فيهاش معلومة جديدة. يعني اللي حصل ان انت ابتديت بالنقطة الحبل الاصلية هنا هو. ورسمت موجة. وبقى كده النقطة دي وقت. لان الانرجي ثابتها وطلعت لقدام. وبعدين النقطة دي وقت كمان لتحت. لانها خدت انرجي بس في الاتجاه المعاكس. وبعدين الانرجي ثابتها تاني في رجعت لصفر. وبعدين في الاخ خالص رجعت تاني مطرح مبتدت في الاول. فوق خالص. النقطة جرتها بقى اللي هي هنا. كانت صفر. طلعت فوق. صفر. نزلت تحت. ترجع صفر تاني مطرح مبتدت. وهكزا. فنقدر بقى نقول على هذه الاشكال الاربعة الملاحظات التالية. اول حاجة. الموجة الواحدة في حد ذاتها كده اللي هي علاقة وي مع اكس الالتيتيود او الارتفاع بتاع الحبل بالنسبة للبوزيشن بتاع الحبل. اه هذا المنظر في اه حاجة مميزة قوي انه بيتكرر نفسه كل مسافة معينة. يعني فيه مسافة معينة. وبعدها المنظر بيتكرر. المسافة دي انا نسميها الويف لينكث او طول الموجي لامضة. حيث الطول الموجي لامضة هو المسافة بالنقطاطين ليهم نفس الوضع نفس نفس الحالة نفس الاستيج. بلغتنا نفس الفيز. فالويف لينكث ممكن نكتبه ان هو ايه? الويف لينكث او السافة اللي الموجي بكرر فيها نفسها. او بمعنى اضقته سكسيسيف المسافة بين نقطتين موضة تاليتين ليهم نفس الفيز او ليهم نفس الوضع او نفس الحالة. يعني الاتنين ماكسيموم او الاتنين مانيموم او يعني هم بنسميها مانيموم بس يعني هي ماكسيموم من ناحية تانية الصراحة يعني. كده. سوف نسميها لامضة برضو. كما المستيك ان الناس تاخدوا اللامضة بالنقطة الصفرية والصفر اللي بعده. انا شاف الصفر ده وصفر بعده. لا ده نص موجة. يعني في حالة الصفر لا خليك حزر انك تاخد الصفر اللي بعده هنا. طبعا انا قتل التساؤل وايه المانع ان ناخد صفر وصفر وهم كده يشكلهم شابه بعض نفس الفيز يعني. لا هم مش شابه بعض لان انت لو جيت بص على الميل او بتاع الموجة شكلها عامل ازاي? هنا هو الموجة نازلة لتحت وهنا الموجة طالع لفوق سروق الزيرو ده. فالحقيقة الموجة هنا وضعها مش زي الموجة هنا. لكن هنا برضو الموجة والاسلوب لتحت. يعني الموجة شكلها نازلة لتحت زي دي. فطول الموجي هنا هيتعرف ما بين نقطتين آآ ليهم نفس الوضع والصفرين اللي ورا بعض دول مش نفس الوضع. دي كده مع دي كده كده يبقى الكلام صح. كده لمضة. طيب يبقى الملاحظة الاولى هي ان احنا ممكن نقسم الحبل ساكاشن كل سيكشن فيهم. بيبقى ليه نفس شكل السيكشن اللي بقعده بالزبط. يعني انت تلاحز انه بعد طول موجي المنزل بتكرر تاني. يعني مثلا من هنا ده لحد الماكسيمون ده. وبعد كده في زي وتاني من هنا لحد قدام. يعني في لامضة تانية هنا بعد كده. طيب هزي هي الملاحظة الاولى. وبالتالي النقطة المميزة اللي تهمنا هنا على امتداد الحبل كل واحدة فيهم. يعني النقطة الاربع دي يبقى عند ربع موجة. يعني هنا اكس بتساوي صفر. النقطة دي كده اسمها اكس بتساوي صفر. طبعا هي في الواي عمارة تطلع وتنزل بس هي دائما اسمها اكس بتساوي صفر. طيب. اه النقطة دي هنا في هذا المكان ده اسمه اكس بتساوي لمضة على اربعة. ربع لمضة. هنا اكس بتساوي لمضة على اتنين. وهنا اكس بتساوي تلاتة لمضة على اربعة. وهنا كده دي النقطة المميزة اللي اربع اللي احنا هندور وراها بنا نشوف حكاتها ايه. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة. لو انت رقبت نقطة واحدة فيهم ومشيت وراها كاناليسز مع الزمن بقى. يعني ايه مع الزمن? احنا هنثبت المسافة ونغير الزمن. هي مشكلة الموضوع ده في بدايته انه في برامتر تالت ظهر. يعني زمان كنوا في سيمبل هارمونيك مش هنقول ايه. نقول ان اكس بتتغير مع الزمن او ايه بتتغير مع الزمن او زيد فانشن اوف تا يعني كان فيه برامتر يمثل البوزيشن وصاد اه الزمن. وخلاص. وده وده حاجتين متغيراتي وخلاص وخلص نعم. هنا بقوا ثلاثة. بقى واي ده بوزيشن. فانشن في اكس و تي. يعني النقطة اللي عند اكس بتساوي صفر. الواي بتاعها بتغير مع الزمن. لو روحت ال اكس تانية. هلاقي الواي بتغير مع الزمن. بس التغيير من هنا لهنا. الواي هنا مش شبه الواي هنا. يعني تتلاقي الواي دي ادي فوق. الواي دي بقت تحت. الواي دي بقت تحت خالص. الواي دي بقت صفرتين. فالواي شخصيا اللي هي البوزيشن بتاع الحبل فوق وتحت. هو في الزمن لانه اي نقطة بتطلع وتنزل تطلع وتنزل. وفي نفس الوقت في المسافة اكس لانه النقطة على امتداد الاكس مش كلهم بيبقى ليهم نفس البرفورمنس يعني حاجة فوق حاجة تحت فانشنرال دلوقتي المشكلة انواي هو فانشن في اكس وتي. واي از اي فانشن اوف اكس ان تي. اي دي الازمة دلوقتي الوقتي. لكن اللي احنا رسمينه ده هو احنا رسمين في اكس في لحظات زمنية معينة الصور يعني. يعني انت لما تصور للمنظر ده مثلا الزمن صفر. انت كده خرقت الزمن من اللعبة. بقى انت بتدرس واي مع اكس بس. لما تصور هنا مثلا الشكل ده كده انت خرقت الزمن من اللعبة لانه اصبح واي مع اكس بس. وهكذا. فانت لما بيثبت الزمن عند قيمة معينة. تقدر تدرس علاقة بين واي و اكس. طيب. العلاقة بين واي و اكس شكلها صين وصيدة الفانكشن شكلها صين او كوزين يعني الاشكال دي كلها دي شكلها كوزين فانكشن دي شكلها صين فانكشن دي شكلها مش عارف سالب كوزين مقلوب الكوزين دي شكلها مقلوب الصين يعني مش يعني ممكن نوصف علاقة بين واي و اكس بشكل ما بس العلاقة بين واي و تي هنعملها ازاي? العلقة بين y بتين محتاجة ان انت تثبت ال x بقى. يعني انت تاخد اكسية معينة. one certain value of x. وتبص على ال y اخبارها ايه هناك? باز? تعال لنشوف يا سيد. لو انا خدت x بتساوي صفر. وعدت اتفرج على ال y مع الزمن يحصل ايه? x بتساوي صفر هنا هو? ال y ساعتها بتساوي ايه? طيب في زمن اخر وبرضو x بتساوي صفر انا هسبت ال x. هلاقي ان ال y بتساوي صفر. ال x بتساوي صفر يعني هسبت ال x. ال y هنا سالب ايه? وبعد كده x بتساوي صفر ال y بتساوي صفر. وفي الاخر رجعنا ال y بتساوي ايه? فلو انا سبت ال x على صفر ورقبت النقطة وهي طالعة ونزلة. يعني النقطة x بتساوي صفر دي. بتديني شكل اللي بتاع ال y versus t شكله ازاي? y مع t. فلو رقبت النقطة اللي هي اسمها اكسب صفر دي اهي. ايه صفر سالب ايه صفر. نرسمها. ايه صفر سالب ايه صفر. وفي الاخر رجعت لايتيني. الحركة دي حرا صارت خلال ازمي منه متتالية. ده اللحزة الاسمها t1. ودي عفوا. دي اللحزة الاسمها يعني في الاول الصفر اه اللي بعدها دي t1 صح مزبوط. دي اسمها t1. ودي اللي هي قتخص الزمن اللي اسمه t2. ودي اللي تخص الزمن اللي اسمه t3. ودي اللي في الاخر t4 اللي احنا يعني ما رسم نهاش. اللي هي الزمن t4 اللي هي بتطابق نفس النتيجة اللي كانت عند الزمن تي بيساوي صفر هنا. دي اللي هي تي بيتساوي صفر. طيب. العلاقة دي لو حبيتها وصفها. اكتبها رياضة ازاي. الماكسماو اللي انا وصلت له هنا فوقه تحت اسمه ايه. والسالب ايه. فلو حبيتها وصفها دي يعني ان وي بتساوي ايه كوسين وميجا تي. واضح انها كوسين وميجا تي. واضح انها سيمبل هارمونيك موشن. ان النقطة في مكانها عند اكس بيساوي صفر. طلع نازلها في الواي بتان بلسيمبل هارمونيك موشن. ادي كل الحكاية يعني. لو انا اخدت نقطة تانية بقى. عند اكس مختلفة. عند اكس بتساوي لانضا باي فور مس هنا. النقطة دي. لو رأبتها هيحصل فيها ايه. هلقي ان هذه النقطة كانت عند صفر. بعد كده بقت عند اي. وبعد كده بقت عند صفر. وبعد كده بقت عند سالب اي وبعد كده راجعت تاني لصفر فدي لو رسمتها هتترسم ازاي بقى عند اكس بتساوي لمضة على الاربعة عايز اشوف الواي بتاعها بتغير ازاي ما ازاي ما صفر اي صفر وسالب اي وصفر الجدع ده يتمثل رياضيا بفانشن وي بتساوي اي سين اوميجا تي اوميerto اي نقطة على الحبل بتعمل في مكانها سيمبل هرمونيج موشن بس في فرق في الفايز ما بين اتنين سيمبل هارمونيج موشن诉 الماشين وا اربعة يا ترى ليه النقطتين ما طلعوش نفس المعادلة يعني ليه النقطة اللي هي عند اكس بن ساوي صفر واكس بساوي لمضةาร اربعة ما طلعوش نفس السيمبل هرمونيج موشن اكويجن آآ السبب في انه سيمبل هرمونيج موشن مش شبه بقعد هو انه انه السبب والنتيجة يعني علاقة السبب والنتيجة انت مسكت طرف الحبل وهزيته الاول فاول نقطة تهزت على طول لكن هل في نفس اللحظة كانت الانرجي وصلت لتاني نقطة عشان تتهزيها كمان الاجابة لا يعني انت لو تخيلت مثلا طبور عربيات واقف في اشارة حمراء وفجأة الاشارة قلبت اخضر فالعربية تتمشي هل لما اول عربية بيكون انطلقت اخر عربية في الطبور بيكون انتحركت الاجابة لا بناخد وقت على ما يبقى في مكان للعربية الاخرانية تتحرك فمش معنى انه السبب ظهر انه كلهم يتحركوا مع بعض الانرجي فهي المضابة ببساطة كمان ممكن نمسيره بشكل تاني انه مثلا يعني يعني انه لو انت عندك شوية سبرينجز كده على جانب متعلقين رأسي في حيطة في السقف يعني ادي السقف اهو وعندك شوية سبرينجز كده ورا بعض والسبرينجز دي كلهم ومستقرين وتمام لو انت مسكت واحد فيهم وعملت له خلاص هو في حاله وملوش جعب جرانو اللي جانبه يعني لكن لو انت وصلت ما بينهم عملت ما بين السبرينجز دي كده وكده كده ايه اللي هيحصل انه لما تعمل فيبريشنز الاولاني الانرجي بتاعته هتنتقل للتاني بس مع تقدمك للامام انت هتلاحظ ان النقطة القدامانية متأخرة شوية عن النقطة اللي قبلها يعني ان الاولاني تتحرك هالة التانية تتحركت لا هتاخد شوية وقت دي لي بلنساميه دي لي تأخير على ما هزيه النقطة يوصل لها حاجة يوصل لها انرجي تعملها ومور دي لي للبعدها ومور دي لي للبعدها هو ده سبب الظهور حاجة اسمها ويف لينجز يعني فجرة الويف لينجز جات منين ان في دي ليز من النقطة للي بعدها وانه بعد شوية دي لي هتلاقي في نقطة جات متأخر قوي قوي قدام يعني لدرجة ان تأخرها خلاها شبه نقطة الاصل اللي في البداية يعني اينه انت تلاحز كده انه النقطة اللي هي ربع لامضة دي شكلها في مش شكل اول نقطة خالص ونفس الوضع هنا ونفس الوضع هنا لكن النقطة اللي هي جات هنا النقطة دي انا دي النقطة هي متأخرة objective انه تأخيرها اي خلا شكلها في الحركة شبه اول نقطة في التأخيرات دي هنعرف انها يعني كل ربع لامضة انت بتتأخر تسانين درجة يعني فالتأخير بعد لامضة كاملة انت بتتأخر تلتمية وستين درجة اللي هو بيخلي يعني النتيجة نهائية صحيح متأخرة هي متأخرة بس التأخير بتاعها يؤدي لانها تبقى شبه اول نقطة يعني ففكرة الدلي هي اللي وراء الاكويجن بقى خلاص يعني هي دي قصة الرياضة اللي عندنا ان انت عايز تعبر بقى عن الدليز الدلي افكت بين اول نقطة عند اكس بسوى الصفر والتاني نقطة عند اكس بسوى لامضة لاربعة الدلي تيرم ده ده ديفينتلي ريليتد لل اكس اكيد كلما ال اكس تتغير لقدام فيه تأخير اكتر يبقى احنا لازم نحط هذا الديلي رياضيا في المعادلات التي توصف السيمبل هارمونيك موشن بتاع كل نقطة نقطة دي بتاعي سيمبل هارمونيك موشن دي سيمبل هارمونيك موشن ولو انا عايز اربطهم بمعادلة واحدة بس يبقى انا لازم انسيرت تيرم التيرم ده فانكشن اوف اكس طبعا بحيس انك تحط ال اكس في المعادلة يطلع لك الواي الصح يعني ايه الكلام ده تعالى نقارن المعادلتين كوزين وصين هو انا ازاي اقارن انا مش من حق ان انا قارن لو المعادلتين مش نفس المنظر يعني الاتنين لازم يكونوا كوزين اوسان عشان نقارن الفيز واحنا الصين اوميجا تي تتقلب بسهولة لكوزين والكوزين لصين فانا هاختار احافظ على الكوزين واقلب الصين دي هكتبها ايه كوزين اوميجا تي ناقص تسعين درجة تماما لو انت شاجك يعني ان التحويلة دي صح انت ممكن ببساطة تفكها وترجع يعني تقول كوزين كوزين وعكس الاشارة يعني بلس سين سين شوف دي هطلع لك ايه هطلع لك كوزين اوميجا تي كوزين تسعين ده بصفر لان كوزين تسعين مع السلامة ما فيش حاجة بلس سين اوميجا تي اوكي في سين باي باي تول هو بواحد فترجع تاني سين اوميجا تي اذا لما انا تقدمت اكس من هنا الهنا تقدمت اكس بتساوي لمضة على اربعة هصلي دي لي دي لي او تأخير كافيز باي باي تول طيب هل لو تقدمت كمان لمضة على اربعة هحصل على دي لي كمان تسين درجة تعالى نشوف ناخد نقطة الى الامام لمضة على اربعة النقطة دي اهي هنا هو اللي هي النقطة اللي هي لمضة على اتنين يعني اهي اهي النقطة دي بيكون فين بقى اه سوريا انا هاخد لمضة على اتنين انا بزبط صح كده نعملها بنون تاني بس عشان يعني هو الموضوع بقى يعني في الوان كتير اهي. 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 دي النقطة اللي هي على بعض لامضة على اتنين من الارجن. فهذه النقطة كانت سالب اي مع الزمن بقى. كانت سالب اي? صفر. اي? صفر. سالب اي تاني. فدي لو رسمناها مع الزمن بتطلع شكلها ازاي? انه محتاجين صفحة زيادة? اوكي. لو رسمناها مع الزمن. اكس بتوسعها بلمضة باي تو. بتؤدي الى الشكل. النقطة دي. كانت ماشية سالب اي الاول بقى كده صفر. اوكي. يبقى من سالب اي هنا. لصفر. وبعد كده اي. وبعد كده صفر. وبعد كده تقفل تاني سالب اي. امم. امم. تمام. امتاز. تده توصف دير يا ضيان اكس لمضة دلاتين تودي لوي بالسوي كم. دي شكلها سالب ايه كوزين اوميجا تي. ومش من حق ان انا قارنها بالنقطة الاولانية اللي هي كوزين اوميجا تي مباشرة كفيز لان في اشارة سالب من بره. لازم اخلص كمال من السالب ده. يعني عشان اقارن الفيزيس لازم تكون المعادلات من نفس النوع ومن نفس الاشارة. يعني الاشارة كله موجب من بره وكل زي بعض كوزين او سين. فدي عشان اخلص فيها من الاشارة يبقى ايه كوزين اوميجا تي ماينس وان هندرد اي تي. او باي. يبقى انا لما تقدمت كمان لامضة على اربعة تاني هزم دي ديلي اخر باي باي تو. واصبح ان التقدم لامضة على اتنين من الاول يؤدي الى باي ديلي. اذا الديلي بتاعي اللي انا هسميه فاي. هو فانشن اف اكس. لما اكس كابه صفر. صفر. لامضة على اربعة. باي على اتنين. لمضة على اتنين. باي. فاي is directly proportional to اكس. تتناسب تردامة اكس. so i can write that. فاي equals k times اكس. والكونصان ده هجيبه من اي نقطة في طول يعني. طبعا لما اكس بصفر. فاي بصفر دي مش انفورماتيف. مش اطلالك الكي ايا. لكن المسلا اكس بلمضة على اربعة. وفاي باي باي تو. فاي باي باي تو. بتساوي. كي في لمضة على اربعة. يطلع من هنا كي بتساوي اتنين باي على لمضة. واحد من اهم في الفيزيكس. الجدعة ده. ده اسمه الوحدة بتاعته على متر. لانه اتنين باي فوق وتحت متر. لو انت مش مصدق ممكن تجرب نقطة اللي بعدها يعني يحصل ايه لو كانت هنا هتجرب لمضة باي تو. اللي هي النقطة اللي بعد كده. لو انت جربت هنا لمضة باي توكا اكس يعني. والفاي قصدها باي. برضو اطلعها كتنين باي على لمضة. وبالتالي انت ممكن تعمل بس واحدة وحيدة فقط. توصف بيها كل النقطة اللي على الحبل. يعني مش نقطة نقطة بقى. واحنا هنقعد نعمل لكل النقطة. دي طلعت مش عارف اي كوزان اوميجا تي. والتاني اللي بعدها طلعت ايه سين اوميجا تي. واللي بعدها طلعت سالب اي كوزان اوميجا تي. لا احنا هنكتب معادلة واحدة توصف كل نقطة الحبل. ايه كوزان اوميجا تي. ناقص الدليل اللي اسمه فاي. وهحط كي اكس. ودي بقى اسمها معادلة الموجة. فرقة ايه دي يعني سيمبل هارمونيك موشن. فرقة التيرمي بتاع الدليل. اللي هو بيقولك ان في عندك طبور من السيمبل هارمونيك موشن. بس هزا الطبور يعني كل واحدة متأخر عن اللي قبلها. ايه دي كل الحكاية. ده ما فيش اكتر من كده ايه. طيب ما انا اعيز اتأكد بقى اعيز افيري فاي. انا دلوقتي وصبت له زي النتيجة. ينفع اتأكد يعني ينفع مسلا اجرب المعادلة دي مع نقطة مختلفة من النقطة اللي احنا ما شوفناهاش. تعال اندر. يعني مسلا لو اخدنا نقطة اللي هي تلاتة لامضة على اربعة. كويس? تلاتة لامضة على اربعة. شكرا هي ازاي دي. اللي هي دي? لا دي دي دي. دي احنا ما جربناها شكرا يعني بتعالي نعملها بلون مختلفة. مممم مختلفة. النقطة دي اهي تلاتة ربعة لامضة. صفر سالب ايه. صفر. اي وبعد كده صفر اكيد يعني. يبقى صفر وبعد كده ايه. ماشي. انا قططلني في الاول كفاية يشاولو لك على اللي بيحصل بعد كده. صفر و نيجاتف ايه. صفر و نيجاتف ايه. يبقى ي as a function of t عند اكس بتساوي تلتة ربع لمضة دي شكلها ان ال y بتساوي الشكل ده طلعي ده ده سالب سين سالب ايه سين? اوميجا تي. طيب. هل بقى بتاعتي تطلع للمنظر ده? ماشي. نجيب ال y في بتساوي اي كو سين اوميجا تي منس كي اكس. شير الاكس وحط مكانها. انه قطل انت واقف عندها بتدرسها. لها تلتة ربع لمضة. طيب ال kx هتساوي كم مساعدها? يبقى ال kx هتساوي اتنين باي على لمضة. ده ال k مضروبه في الاكس تلتة ربع لمضة. فده يطلع كام? صح? تلاتة باي على اتنين. خد ده واعوض بيبقى في معدة الويف اكويجن. الويف اكويجن ايه كوزين اوميجا تيب ناقص تلاتة باي على اتنين. هي كوزين اوميجا تيب ناقص تلاتة باي على اتنين طالع كام? ده السؤال بقى. يعني انت هنا هنقول بقى من الويف اكويجن دي انا هحصل على انه بتساوي ايه? كوزين اوميجا تي ناقص تلاتة باي على اتنين. هل دي نفس النتيجة? هل دي تتفق مع دي? يعني هل دي هي دي? يبقى كده الويف اكويجن بتاعتي حتى بتوصف فعلا للنقطة دي صح? فوق كاسي دي كوزين هتبقى كوزين اوميجا تي كوزين تلاتة باي على اتنين. 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 سين اوميجا تين سين ثلاثة باية على تين. سين ثلاثة باية على تين ده. لو ساني بواحد. تطلع فعلا مزبوط. صح. يبقى المعادلة دي اي كوزين ومجدينة سكي اكس تصلح تصلح للتعبير عن اي نقطة على الحبل. اعرف الاكس بتاعت النقطة دي. هبطها. طلع معادلتها مع الزمن على طول. طيب ده كلام كويس. اه يبقى اصبح عندنا المعادلة الجوهرية. وي بتساوي اي كوزين. بعد كل الشغل ده. ده كان هدفنا في الاخرين. نوصف او نجس في المعادلة دي. ده كل ما احنا عايزين يعني. نقتنع انه هذه المعادلة فعلا بتوصف اي نقطة على حبل بيعمل الموجة. ونلاحز شوية الترمات بقى لطيفة هنا. يعني انت الاي ده ده متر يعني المعادلة دي وي في اخيرة هنا يتحط مثلا متر يعني. ليه المتر ده يخص الامبليتود ده اللي هو يدي الوحدة بتاعت الواي برده. الكوزين شخصية ملهاش يوند. اللي جواه الكوزين لازم يطلع ريديان. واحنا عارفين انه اوميجا هي ريديان فير ساكند. ومضروبه في زمن اللي هو ساكند. وهنا الكي ده ريديان بير ميتر. ومضروب في ميتر. فيطع اللي جواه فعلا ريديان. الملاحظة التالية هي انه الزمن بقى هنا تي و اكس دوله متغيرات اللي دين البرامترز اللي الواي فانشن فيهم. الايه والاميجا والكي دول كلهم والاوميجا تي نقس كي اكس ده على بعض وكده اسمه الفيز. نعمل بلون تاني. نقول انه ممكن نكتب واي بتساوي ايه كوساين ثيتا. حيصو ثيتا هي التوتال فيز. اللي هي اوميجا تي نقس كي اكس. وبالمناسبة ممكن يكون في تيرم زيادة انيشيل فيز زي ايام زمان يعني اللي هو يعني كان في السيمبل هارمونيك موشن اوميجا تي زائد فاي. الفاي دي ممكن يبقى يعني كي اكس وحتة زيادة كمان على كي اكس مجرد رقم سابت يزبط كده كونديشن في ساعة البداية. يعني ممكن نكتب المعادلة ان جنرل بقى نواي بتساوي ايه كوساين اوميجا تي ناقس كي اكس زائد تيرم زيادة هنا برضو نسميه مسلا يعني او طيب اه بعيدة عن الفاي ده يعني مش قصتنا قوي يعني انا لسا يظهر فيها الفاي. نقدر نقول انه المعادلات دي فيها كمان اه نقطة تخص الزمن ما قلناهاش انه اوميجا دي هي زي ما يعني اتنين باير بريدك تايم. مين بريدك تايم بتاع اي سيمبل هارمونيج موشن في دول اللي هما كلهم نفس السيمبل هارمونيك موشن بس متأخرة عن بعض يعني كل واحدة بتطلع وتنزل وكده وتعمل سيمبل هارمونيج موشن. فنلاحز يعني انه السيمبل هارمونيج موشن زمنها الدوري تي يعني النقطة دي كانت فوق نزلت تحت نزلت تحت اطلعت فوق طلعت فوق ده كده اسمه فالازمانة حقيقة ان احنا رسمينها دي هي زمنها تخص ربعة السايكل. يعني في الحقيقة احنا ما كتبناش بس دي رادي نقدر نفهم انه الزمن تي وان ده اللي هو يخص ربع زمن دوري. بريد اكترام على الاربعة. والزمن تي تو ده الشكل بعد نص زمن دوري. انت لقى نقطة كانت ايه ونزلت لسالب ايه. يبقى كده عدت نص سايكلة نص سايكلة نص زمن دوري. ورجعت ل ايه ده تلاتة ربعة زمن دوري وبعد كده قفلت فوق عند ايه يبقى بس هنا فيه ملاحظة خطيرة انه انت لما بتمشي ربع الزمن الدوري ربع سايكل انت بتعمل ربع المسافة. يعني يعني هنا نقدر نقول انه ايه? النقطة دي نزلت لهنا. فاخدت ربع المشوار ربع المشوار كله اتنين ايه? يعني انت تنزل ايه 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 ايه? ده اتنين ايه. فربع المشوار المشوار كله اربعة ايه. المشوار كله اربعة ايه. فاي ايه اتنين تلاتة اربعة المشوار اربعة ايه. فانك كونك تنزل من ايه لصفر ده ربع المشوار. فهنا هي مشت ربع المشوار. فربع المشوار كان ربع زمن دوري كان ربع سايكل. وكمان ربع مشوار هنا هو. ده كده يبقى نص زمن دوري. تلات اربع مشوار وما كان نقف المشوار كامل فالأزمنة اللي هنا دي اللي هي زمن حقيقة بقى الزمن ده اسمه صفر والزمن ده اسمه ربع سايكل والزمن ده اسمه نص سايكل والزمن ده اسمه تلات اربع سايكل بس الملاحظة الخطيرة انه مش تمن المشوار في تمن التايم يعني هي مزبوطة في الاربع يعني ربع المشوار اللي هو ايهاية ده بيوناظر بيريوديك تايم باي فور لكن لو أنت جردت على الأل حسب كده تشوف طيب أنا بعمل ثمن مشوار فقط دي. ثمن مشوار هو المشوار الأربعة إيه. ثمنه اللي هو نص إيه. يعني توصل من إيه لحد نص إيه كده. حط بقى الأكس بتاقي أو الواي أو whatever يعني. معدى سيمبر هروميك مش أنت كنت مثلا بتقول وي بيساوي إيه كوزان أمج تيه. حط الواي بيئي على اتنين ويشوف التي هتلاع كم؟ هتلاقي ستزمن دوري. 1 over 6 periodic time. لأن الفلوسطي مش linear function. يعني مش constant. الفلوسطي مش constant والعلاقة تاعت الـ x معتي ما هيش linear function. هي كوزان function أو sine function. فهي الفكرة إنه في اللي ربع مضبوط. لكن بعيدا عن اللي ربع لا. يعني ما نقدرش نقول إنه تمنى المسافة في تمنى الـ periodic time. بكرة تبقى ساعتها العلاقة x مع التيه علاقة straight line. لكن هي مش كده هي. cosine function. المهم يعني. طيب الملاحظة التالية. إن إحنا عندنا حركتين واحدة فوق تحت مع الـ y. دي حركة. ودي simple harmonic motion. وخلاص. يعني مش أكتر من كده. وفيه بقى اتجاه انتشار الموجة. فيه اتجاه انتشار الموجة. اتجاه انتشار الموجة تالي إن الموجة ماشي الأدام. أنا لو خدت لقطة من اللي نفترض اللقطة الأولانية اللي هي y مع x في الزمن صفر. مسلا يعني. تمام. عند الاي وعند السالب اي وده الزمن صفر. يعني باللون الأخضر. هلاقي إنه النقطة دي. زي ما اتفعلنا بتاعم في مكانها simple harmonic motion. ودي simple harmonic motion متأخر عنها شوية. ودي simple harmonic motion متأخر عنها شوية. وهكذا. طيب. النقطة بقى في مكانها بتاعم simple harmonic motion. ينطبق عليها كل ملاحظات simple harmonic motion القديمة. يعني ايه؟ يعني مثلا النقطة عند x بتساوي صفر. طلع معادلتها إنه y بتساوي ايه كوزين اوميجا تي. ولو أنت عايس تجيبها من معادلة الموجة الأصلية هي اوميجا تي ناس كي اكس والأكس بصفر يعني. دي بقى ممكن نعرف لها oscillation speed. يعني partial y by partial t تفاضل الوية مع الزمن. ده يطلع مين? oscillation speed. النقطة بتتحرك يبقى عندها سرعة. والسرعة تأتي على محور y رايح جاي على الواي بقى تفاضل الواي بالنسبة للزمن. وهنستعمل لعلامة بتاعة partial differentiation لأن المفروض إن الواي function في x و t in general يعني. فحنا دي رادي بنفضلها بالنسبة لل t فبنعتبر ال x سابق. مثلا يعني. لما انت عايش تعمل ده لأي نقطة. يعني تجيب الكلام ده لأي نقطة. يعني تقول اي x في الدنيا خالص يعني. فهتمسك معادلة الموجة الأصلية وتفاضلها. خلينا نعملها in general أحسن برضو. يعني نعملها in. بلاقي نقطة any x. الواي هتبقى ساعتها a cosine omega t نقس k x. ويبقى ساعتها اي نقطة اسمها x تفاضل الواي بتاعها بالنسبة للزمن. وتعتبر ال x سابق. بيطلع ده oscillation speed. اللي هو ال speed اللي بتاعة الحركة طالع نازل كده. دي اسمها oscillation speed. partial y by partial t. تفاضل يا سيتي. يبقى الكوزات دي سالب sine وتفاضل اللي جوه. الكي اكس ده سابقتي تفاضل بصفر. وتفاضل اللي جوه. اوميجا تي طلع لك اوميجا البرة. يبقى سالب a اوميجا في sine اوميجا تي минус kx. جميل. وده تتعرف لها oscillation acceleration كمان لو عايز. partial to y by partial t squared equals. تفاضلها مرتين. وشوف المفاجأة. انها simple harmonic motion. يعني انت لو فاهم في simple harmonic motion ممكن بتعماش تفاضل ده وتجيب النتيجة النهائية على طول. تفاضل بالنسبة لزم المرتين بيساوي سالب المفروض يعني. اوميجا سكويرد في نفس الفاريبل اللي اسمه y. بس تعالوا نفاضل دي تاني اهي. هيبقى سالب a اوميجا هتنزب ما هي. assain d cosine. وتفاضل اللي جوه اوميجا تي ناس كي اكس. once again الكي اكس سوابت لان احنا بنفاضل بالنسبة لتي. فهيطلع لك اوميجا من جوه بس. فهيدي لك سالب a اوميجا سكويرد cosine اوميجا تي minus kx ده اللي هو negative اوميجا سكويرد y simple harmonic motion طبعا على ال y axis وبرضو ينطبق عليها ملاحظات simple harmonic motion القديمة انه maximum speed هتبقى في منتصف السكة يعني هنا هتلاقي السرعة maximum والmaximum acceleration هتلاقيها في اطراف الحركة هنا وهنا هي كل حياتي الحركة بيات رأسية اللي فوق والتحت يعني فهنا هتلاقي مسلا في المقطة دي maximum acceleration maximum oscillation acceleration and zero speed zero oscillation speed ونفس القصة في النقطة اللي فوق خالص دي كده برضو نفس الموضوع النقطة بقى اللي في السنتر دي هتلاقي عندها ايه هتلاقي عندها zero acceleration أو zero oscillation acceleration and maximum oscillation speed والقام الماكسيمم برضو نفس الفيلم اللي هو اي اوميجا دي اعلى سرعة واي اوميجا سكوير دي اعلى acceleration زي ايام زمان برضو زي ايام زمان برضو ناشي كده طيب وما لقيه بقى حكاية ان الانرجي بتقدم للامام الانرجي هي كمان لها سرعة يعني فيه سرعة تتقدم بتاع الانرجي للامام يعني انت دلوقتي ارسم لقطتين بقى من اللقطات اللي فاتوا احنا رسمنا اربع لقطات عند زمان صفر وبروديك تعمل اربعة وعلى اتنين وثلاثة اربعة تعالى نرسم بقى اتنين منهم اربعة يعني مثلا اللقطة اللي تخص الزمن صفر مثلا اللي هي دي واللقطة اللي تخص الزمن بريوديك تعمل اربعة اللي هي دي يبقى باللون الاحمر ده الزمن كابة التاع الاربعة وباللون الازرق ده الزمن اللي هو صفر ماشي الحال طيب اللي اتنين بيوصلوا لنفس الماكسيموم اللي اسمه ايه وبينزلوا سالب ايه والاتنين فيهم سالب الهارمونيك موشنز على الواي اكسس وكل حاجة زي بعض باستثناء انه اللقطة دي متأخرة عن اللقطة دي زي ما انتفقنا انه فيه ديليل طب يترى الدليل ده بقى او يعني اللي حصل ايه نتيجة الدليل اللي حصل انه في واحدة كانت فيها بيك يعني انرجي وبعدين في اللحظة اللي بعدها اللي هي اللون الاحمر وقعت تحتها نفس المقطة وقعت اختها بقى اللي هنا عند لمضة باي فور لكده اللي هو اكس بسول لامضة باي فور كانت هنا وفي اللقطة الجديدة اللي هي اللون الاحمر بقت هنا يعني دي نزلت ودي طلعت ازرق بقى احمر ازرق بقى احمر فدي نزلت ودي طلعت كل واحدة ما سابتش مكانها يعني ما فيش واحدة تزاحت في اتجاه اكس بس بتطلع وتنزل في اتجاه هوي فيتهيالي كده ان البيك او الماكسيموم اتزاحت لقدام كده انت محتاج مثلا ترسم الموجة دي وترسم الموجة دي وتبص هنا وتبص هنا وتشوف الفرع اللي حاصل بينهم ايه انه البيك اتزاحت لقدام نقطة الماكسيموم نقطة الانرجاتك وممكن تلاحظ ده برضو في اي نقطة يعني اي منظر تاني اخد نقطتين واربع فهي الفكرة انه الموجة اتزاحت لمضة الاربع مسافة لمضة الاربع الى الامام حصل دفئة دي وقت ده حصل بينما النقطة اللي هي مثلا دي عند اكسي بزاو صفر وقعت عملت ربع سايكل او النقطة اللي جارتها هنا طلعت يعني عملت ربع سايكل او ربع زمن دور يبقى ممكن اعرف سرعة لانتشار الطاقة بنسميها فيز فيلوسطي بتساوي المسافة التي تقدمت فيها الانرجي على الزمن اللي حصل فيه تقدم الانرجي وهذه السرعة بنديها رمز فيه وتطلع لمضة على كابل تلتين وبمعنى اخر لمضة في اف وبرضو بتساوي اوميجا على كي انت دي مشهور اوي اوميجا على كي انت لو فاكرت الاميجا والكي على جانب كده الاميجا اتنين باي في اف والكي اتنين باي على لمضة ده يطلع لك لمضة اف فالفيز فيلوسطي اللي هي سرعة بتاعت انتشار الطاقة للامام بتطلع لمضة على وفي الحقيقة هي سرعة سابتة وبالتالي منطلش نعرف اكسلاريشن اكسلاريشن ها بصفر يبقى انا عندي ظاهرتين ظاهرة في الورتيكال ديريكشن واي بالسرعة بتاعتها بالاكسلاريشن بتاعتها وفي نفس الوقت بيحصل ان الانرجي تقدم للامام في جهة اكس بهذه السرعة المسافة فيه تسفيلوسطي ماشي حاجة كمان نحب نقولها هنا انه ي بتساوي اي كوساين اوميجا تين ناقص كي اكس لو انا اشتغلتها برضو ساين ما جراش حاجة هتظل النتاج السابقة كويسة الساين وكوزان بينهم فرق تسين درجة مش اكتر من كده فممكن نشتغل المسائل بس انا او كوزان حسب ظروف المسألة بس لما الترمين دولة يكونوا مختلفين في الاشارة يعني الامجة تين موجب والكي اكس سالب او لو كتبناها y بتساوي اي كوزان او ساين مش مهم الكي اكس هو اللي موجب والامجة تين هو اللي سالب هنتطفق على ان ده معناه ان يعني لما الترمين يكونوا مختلفين في الاشارة ده معناه ان البروباجيشن is in the positive اكس اتجاه الاكس الموجة يعني الموجة ماشية كده هو يازل اتجاه اللي هو positive اكس لو احنا كتبنا y بتساوي ايه كوزان او ساين مش مهم بس الاشارات جوه زي بعض يعني اوميجا تي زياد كي اكس ده الاتين positive او وي بتساوي ايه كوزان او ساين مش مهم negative اوميجا تي negative كي اكس الاشارات برضو زي بعض بس سالب هنقول ان ده اسمه propagation in او propagation is in the negative x direction يعني الموجة ماشية كده هو راح اشماري عكس اتجاه اكس ماشي الكلام بس يعني مش هنخش في تبصير رياضة يعني يعني احنا يعني اكتفينا بان احنا يعني جبنا ايه كوزان اومجة ينصر اكس الباقي ده يعني يطول شرحه بس احنا هنطفق على هذي الاتفاقات يعني يتبقى لنا في هذا الشابطة نقطة اخيرة ووحيدة النقطة الاخيرة هنا انه احنا عايزين يعني نوضح انه الابروتش اللي فات ده او طريقة المقاربة لهذا الموضوع اللي احنا استعرضناها اللي هي انتهت بانه y بتساوي ايه كوزان اومجة تين ناقص كي اكس هذه طريقة مقاربة بسيطة ابسط كثيرا من الحقيقة الحقيقة انه احنا جبنا هنا الاجابة قبل السؤال هو في الحقيقة الناس بتتعامل مع الويفز بمدخل تاني خالص يعني يكون عندك ويف بروبلم زي ما اتفقنا هي يا ميكانيكا الالكتروماجناتك يعني يا كده يا كده الميكانيكا الويفز وزي ما نشوف في شابتر 8 هي انت بتجيبها بان انت بتحل مسألة ميكانيكا يعني يعني قوانين نيوتن النوع التاني اللي هو الالكتروماجناتك ده بييجي بان انت تحل مسألة الالكتروماجناتك والقوانين المناظرة لنيوتن في الميكانيكا هي قوانين ماكسويل في الالكتروماجناتزم ماكسويل هو الكبير في المنطقة دي زي نيوتن في المنطقة دي فالفكرة انه المعادلة الحاكمة او اللي بتحكم المواضيع دي يا اما بتيجي من انت بتحل مسألة ميكانيكا بقانون نيوتن يا بتحل مسألة بقوانين ماكسول وفي الحالتين دي او دي بتوصلك لسكند اوردر ديفرينشل ايكويشا معادلة تفاضلية درجة تانية واحنا سمعنا الكلمة دي قبل كده المعادلة تفاضلية درجة تانية دي عدت علينا لما اكلمنا عن سيمبل هارمونيك موشن وقلنا ساعات ان المدخل بتاع سيمبل هارمونيك موشن احنا عملنا اكس دابل ضط بساوي سلب امجة تربية اكس لو حد فكر دي كان برضو عملنا لها مدخلين الطريقة بتاعة السيركولار موشن والسيركولار موشن دي كانت طريقة مبسطة للناس لما تعرفش رياضة متقدمة بتاعة الديفرينشل ايكويشن بس قلمحنا ساعاتها لانه الحقيقة هي انه المفروض ان واحد يقعد يحل لمعادلة نيوتن زي ما عملنا في السبرينج يعني ويطلع بالمعادلة دي يعني احنا في السبرينج قلنا ان سيجما فورسز equal mass times acceleration والفورس بتاعة السبرينج كان السالب كي اكس والمس في الاخسلاريشن في ام اكس دابل ضط فيطلع ان اكس دابل ضط بتساوي سالب كي على ام اكس ده بيساوي سالب اومجة تربية اكس دي معادلة تفاضلية درجة تانية واحنا ما اعرفش نحلها دلوقتي بس احنا قدمنا الحل من خلال فكرة المساقط بتاعة سيركولر موشن. احنا هنا في الويفز عملنا نفس الابروتش. يعني احنا قدمنا الحل بان احنا يعني عملنا حبل وصورناه وشوفنا البيك بتتقدم للامام ازاي والقصص دي. بس والمفروض ان المدخل الحقيقي لهذا الموضوع هو ان انت تمسك معارلة ميكانيكا او معارلة الالكتروماجنيتك ويفز وتقعد تحلها وتوصل لماظر ساكند اور دفرينشل ايكويتشن زي ما حصل في السيمبل هارمونيك موشن هنا. طب يا ترى هايمين الساكند اور دفرينش الاقويتشن اللي تخص الويفز ولا انا مش عارف احلها دلوقتي يعني. بتيجي ازاي يعني 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 بتقبل فين ساكند اوردر دفرينشل اقويتشن الاصلية اللي بتطلع علينا من نيوتن او من ماكسول يعني. هي بسيطة خلص هي القصة انه انت مسكت الواي قبل كده وفضلتها مرتين. يعني من شوية كده لما احنا جبنا بتاعت الاستيلات في الواي اكسس. احنا قلنا تفاضل وي بالنسبة للزمن مرتين. طلع سالب اوميجا تربيع وي. انت ممكن تعمل تفاضل و بالنسبة للاكس مرتين هو كمان. يعني انت لو خدت المعادلة دي وفضلتها بالنسبة للاكس مرتين تحصل على ايه? لو انت فضلت واي بالنسبة للاكس. هو انت لو نبيه شوية هجيبها بنفس المنطق. يعني دي تفاضل مرتين واي بالنسبة لتي طلعت سالب سابت في واي. السابت ده هو سابت الخصة تي يعني. بتربع. فانت ممكن على طول بقى ايه? لو انت بالانالوجيا بالتماسل يعني. هتطلع سالب حاجة في واي برضو. والكونس انت اللي هنا هو الكونس انت اللي خص الاكس. اللي هو هنا اسمه كي ويطلع مترابع. المفروض نوصل لكده برضو. تعال تعال انا عمله بالتفصيل. يعني دي. فالتفاضل الاولانية هدينا ايه? طبعا تفاضل جزء برضو وانا اعتبر ان التي هو اللي سابت دلوقتي فهيبالكوسين ديك سالب ساين. وتفاضل اللي جانب الاكس اللي هو سالب كي. فسالب كي مع سالب ساين يطلع ايه كي ساين اوميجا تي ناقص كي اكس. لو فضلتها كمان مرة بارش اكس سكويرد. هتمسك ده تفاضله تاني. ما جراش حاجة. وتفاضل اللي جوه اللي هو سالب كي. فاطلع لك سالب ايه كي تربيع في كوزين اوميجا تي ناقص كي اكس. اللي هو فعلا فعلا سالب كي تربيع في الواي. اه لو احنا خبنا الاتنين دول مع بعض واسمناهم على بعض نقدر نقول ان بارشل تواي باي بارشل تي سكويرد. ديتو ساوي. او يعني هو المصت كومن ناس بعملوها كده باي بارشل اكس سكويرد اللي ديتو ساوي. ممم. كي تربيع. على اوميجا تربيع في بارشل تو واي باي بارشل تي سكويرد او انا عارف ان اوميجا على كي هي سرعة الموجة مش شوية صورة انتشار الموجة للامام. بنسميها يعني. يعني ممكن نسميها الفيز فلوسطي وممكن نسميها الويف فلوسطي برضو. يعني دي اللي تخص الموجة يعني مش مش سيمبل هرومات موشة. ممكن نسميها برضو الويف فلوسطي يعني. فالقصد يعني انه انت هنا تقدر تقدر انك تخلص الى ان بارشل تو وال باي بارشل اكس سكوارد بتساوي. واحد على السرعة تربيع فبارشل تو واي باي بارشل تي سكوارد. ودي اسمها ده دفرينشال فورم الصيغة التفاضلية يعني. ممكن تلاحظ ان اكويشهن او معدلم نختصرها اي كيو اين عاددا. في هيا الفكرة انه بارشل تو واي باي بارشل تي سكوارد بالواحد على 两و تلبيع بارشل تو واي باقي بارشل تي تربيع. دي اللي بتطلع بقى لما دي جاي تحقل مسألة نيوتن. ودي بقى اللي هي يعني لما تصطدم بدي. هي حلها هو يعني احنا استعرضنا الحل الاول بعكايا جبنا السؤال. ليه? لان معنواتنا الرياضية لا تسمح باكثر من ذلك. فاحنا لما نلاقي بعد كده في المستقبل هذه المعادلة نبعرفين ان حلها في القادمة سوف نستعرض مثال على هذه المعادلة تفاضلية الدرجة تانية اللي هو مثال الحبل. وهنطلع بقى الحل بتاعه كمسالة نيوتن يعني ونشوف ازاي دي مفيدة. بقى هناخد الويفز بقى في تقيه الاوبتيكس وازاي ندرس بقى وشكرا جزيلا.